دعونا نعرف في هذا السياح كذلك أكثر عن دربان الصوت ونكتشف أشياء عنهم أكثر خليل إلى جانب أن حضرتك مدرب صوت، أنت كمان تغني وحبين نعرف كيف كانت بداياتك في هذا المجال كموسيقى أنا بلشت في عمر كثير صغير، بلشتها عمر ثلاث سنين بالبيانو فريهان الموسيقى كان كثير كبير عندي لكن كنت عارف أنا من صغري أنه رح كون ميزيكولوجي، رح كون اختصاصي الأساسي هو موسيقى هلأ تخصصت كمان فلسفة وتخصصت علم نفس ولكن الإختصاص الأساسي كان بالموسيقى كيف بيساعدوك الفلسفة وعلم النفس في شغلك؟ بيساعدوني أولاً بالرؤية الموسيقية لأنه حتى إذا بترجع بالزمنات لكان مثلاً لقب فيلسوف ما كان يقدر يأخذوا الفيلسوف إلا إذا كان ميزيكولوجي، يعني عالم موسيقي موسيقى لسلي، أنت عملك ما يقتصر بس على تدريب الأصوات؟ في لديك شوانب ثانية طبعاً تقضينا مضبوط، أنا بلشت من غير شيء كمبليتلي، يعني أنا في التعجيمة بدرس علاج مشاكل النطق والصوت وكانت عمل شانب في الكنسرفاتور وكانت عمل بيانو قبل ولكن عندما جئت لأتخصص، قررت أن أتخصص بعلاج مشاكل الصوت وتحديداً علاج مشاكل الصوت بالمغنى وعملت أبحاث في علم الصوت لذلك، أنا أفوكولوجيست، ثرابيست، وأفوكولوجيست خليل وليسلي، فعلاً أنتوا كنز والمواهب يمكن أن أكثر الأشخاص الذين يشهد بهذا الشيء وأليسة كمان، أليسة أنت تعاملت مع لسلي فترة طويلة؟ لا، أبعدنا، أنا أفوكولوجيست، أصلاً يعني يعني كل استوديو حتى إذا تكون معهم تستأذن منهم ساعة تساعدني تفتح لي صوتي لو سكايب، وبتعبروها على استوديو تعذبك لسلي كما تعذب المواهب بالطرق الغريبة والتدريبات الغريبة؟ لا، بالعكس، أنا كتير استفدت، كتير كتير استفدت وقت بلشت مع لسلي لأنه يكون عندي أوقات مشاكل بالصوت يطلع لأوقات نودول أو شي تعالج ليه، يعني أنه ترابي خصوصي لهذا الشيء بالإضافة إلى كونه أنه يتدرب حلو كتير ويعني من وراء التدريب معا، تعلمت أنه أهرب من المغنى من هون استعمل نفسي، يطلع العالم الرأسي، يعني كتير استفدت تدورهم مهم، حتى هم الصح، هم اللي يعطونا كل شيء من تدريبات صباح كي اللي كان عدو غالط أنه يغني من هون بس أنا واحد من المسكرة عدي مشكلة بالنفس أنا كنت قابل عنده مشكلة، بغنى كتير مزلعيمة بطلت استعملهم أليسا أنت تغني بعيونك، ما تحتاجي أصلاً أنا كتلة أحساس، أنا كلنا عبعد نبغنى وروحوا أحساس، آمين